وفي منح المتصل كشف تقرير للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن جهاز الشابق كان على علم مسبق باعتزام تنفيذ حماس هجوم السابع من أكتوبر ووفق للتقرير فإن الشابق تحصل الصيف الماضي على معلومات أن عملية حماس ستكون في الأسبوع التالي ليوم الغفراء القي في الخامس والعشرين من سبتمبر ويضيف التقرير أن الشابق تلقى كذلك المعلومات من طرف ثالث أي أن العميل الذي يشغله أو يشغله الجهاز في غزة تلقى المعلومات من مصدر أول وقام بنقلها لعمل الشابق تقرير القناة الإسرائيلية ذكر كذلك أن الشابق ورغم تلقيه المعلومات التي نقلها العميل إلى الجهات المعنية في الجهاز لم يصنف هذه المعلومات على أنها مهمة ومع ارتفاع عدد الضحايا في الحرب بين إسرائيل وحماس وتزايد الضغوط العالمي الرامية إلى وقف تصعيد العنف يطرح الوسطاء الدوليون مقترحات مختلفة لوقف جديد لإطلاق النار غير أن كل الجانبين على الأقل عالنا طرحا شروطا تبدو مستعصية على الحل بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز والتي أشارت إلى أن ذلك دفع دبلوماسيين للاعتقاد أن التوصل إلى اتفاق لهدنة دائمة لا يزال بعيد المنال وأوضحت نيويورك تايمز أنه منذ ذلك الحين عمقت القوات الإسرائيلية الحرب التي يقول المسؤولون العسكريون إنها قد تستمر لأشهر عديدة في سعيهم لتحقيق هدفهم المتمثل في القضاء على حماس